النهاردة هنكون عندنا فقرتين رئيسيتين فقرة الأولى فقرة درامية شوية حدثة فضيعة لطفلة لسه مولودة ما بقلقاش كم يوم وحصل انه كانت في المستشفى مستشفى خاصة في الهرم وكان الأطباء يعني في المستشفى مركبين لها محليل المهم الخرطوم بتاع المحلول جاء ممرض يشيلوا فبدل ما يشيلوا بطريقة أدمية وبدل ما يشيلوا بطريقة مهنية بطريقة علمية شالوا راح قاطع صباع البنت الصغيرة المولودة حديثا طبعا حدثة فضيعة وحدثة كانت يعني هزت أهل البنت وكل من سمع بها هذا ما يحدث في بعض المستشفيات الخاصة في مصر احنا نتكلم عن هذا الموضوع فقرتنا الرئيسية التانية هتتكلم عن المعركة بين فريقين يتصدران الساحة في الأونة الأخيرة فريق يطالب بتعديل الدستور وفريق آخر يقف معارضا لهذا التعديل المزمع يمكن الفريقين اتخذوا من عبارات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أنه الدستور بتاعنا اتكتب بنوايا حسنة فريق فهم منها أنه دي إشارة وضوء أخضر يلا يا جماعة يعني طالبوا بتعديل الدستور الدستور اللي بيحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لحساب البرلمان محدش ضامن البرلمان هيبقى شكله ازاي علشان كده لازم تتحركوا الفريق الثاني بيقول لا الدستور ده اللي وصف بأنه أعظم دستور في التاريخ والناس هللت وخرجت وزغرتت ورأست في اللجان الانتخابية لا ده خلاص ده هو العقد بين الحكومة والناس والسلطة والشعب علشان كده مفترض أن احنا ما نقرب لهوش هنتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور عمار علي حسن المحلل السياسي المعروف المعارض لفكرة تعديل الدستور وأيضا المحامي محمد عبدالوهاب أيضا وكذلك مع الشيخ مظهر شهين الدعاية المعروف اللي بيؤيد وبيؤيد بقوة أنه تجرأ تعديلات دستورية علشان صلاحيات الرئيس تبقى محفوظة بل بالعكس هو الشيخ مظهر يعني له تصريحات عايز يعني يسبغ من الصلاحيات الكثير والكثير لرئيس الجمهورية نتكلم عندها بالتفصيل في حلقة النهاردة لوقتي هنأخذ فاصل ونرجع عليكم عشان نعرف مصر حصل فيها ايه النهاردة